أصفر أول مرة غنيتي فيها أول مرة غنيت فيها كنت عندي 12 سنة أنا بغني من قبلها طبعاً من شوية بس طفلة 8 سنين أو حاجة لكن بسن 12 بتديت أحس إن الصوت ربنا مدي فيه حاجة مختلفة شوية عشان والدتي كانت بتغني فبسمعها وبحفظ منها بقول زيها فده إدى برضو إن أنا أعرف أغني الأسمهان أعرف أغني الفريد عبدالوهاب حاجات قديمة فمن سن 12 تأول سن غنيتي صح قوي أصفر أول مرة غنيت فيها الحقيقة أنا كان عمري 5 سنين كنت غنيت بالمدرسة فأول مرة غنيت فيها كنت بالمدرسة كان عمري 5 سنين كان عيد المعلم وبوقتها سألني الأستاذ أنا بيعرفوني كنت تفندح على طول الصف فسألني الأستاذ إذا بغني شي فغنيت له غنية وقتها كانت غنية حجبوها عن الرياح بغنية محمد غازي مع فيروس غنية طرف يعني فهيدي أول عني غنيت في طول عجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلامة أزرق سمعوه سبب مشاركتك في The Voice أول شيء اسم البرنامج رائع جدا شامل لكل العالم خصوصا شيء مميز من عمرنا أكبر يقدموا اللي عندهم موجود يلي ما عرفوه كل العالم وشي عالمي خلو كثيرا يعني هذا اللي لفتلي نظري أنا أكتب شيء قوة البرنامج أصلا The Voice بعدين The Voice Senior عنده شيء جديد لكل العالم يشمله مش بس الصغار ولا الشباب حتى اللي كان عندهم تاريخهم عم يقدموه هلأ للعالم العربي والأغني هو عنا نسميه تواسع مالوف تونسي غاني أندلسية طبعا تكونت منها معناها كل موشحات أندلسية أنا مع المجموعة من الأول وبعد معناها وليت نغني واحدة كنت نغني فريد قبل فريد 13 نخوفي بعض ولا يطور يخوفي بعض ولا يطور وقلبي عنه لا يتحول